اهلا بكم اعزائي المشاهدين النهاردة هنتكلم عن البرامج اللي انا بستخدمها واللي تديني افضلية حتى لو كانت بسيطة على الخصم بتاعي يلا بينا نشوفها البرامج دي اول برنامج واهم برنامج مش اهم برنامج اول برنامج بلعب بيه هو مود سكن زي ما انتو شايفين ده مود سكن طبعا كلكم عارفين البرنامج ده انت هتلعب بيه عشان تجيب كل الاسكنات بيقب معك كل الاسكنات اللي في اللعبة ايه بتعب تلعب بيه هو اصلا ما بينزب بالمنظر ده كده بيديك الشكل اللي بتروح عامل ايه بيتروح مسلا انت داخل برينجر بيتروح دايس على رينجر ببطيب مسلا ايه عندك انت عندك دفولت سكن ترنقف ده هيقفلك الاسكنات اللي انت عايزها هنا بيجيخليك تختار الكرومة ايه انت مسلا هيد هانتر ده لي كذا كرومة بيدوس كده بتختار الكرومة اللي انت عايزها بيجيبلك شكله في الجيم انت بتنقي ايه او مسلا انا عايز نخلش بسكينة حامرة ده بروح جاي دايس على ايه لما تسمع الصدة سلما اسمعت الصدة خلاص كده تعمل له كده انت لو دخلت الجيم هتلاقيه انا مسلا بحب بلعب اللي هو قطة ده رينجر بروح جاي دايس بروح دايس كده خلاص كده ما بينسهوش يعني انت حتى لو بعد كده لعبت مسلا بشاكو وعدوست مسلا شاكو العايز ده انا عايز دي انا عايز اعمله عشان ما عايز مسلا فنفترض لو انت لو دخلت رينجر فنفترض انا مشغل ده لو اخلت رينجر هو عارف ان انت اخترت ايه برينجر بييبلك السكينة دي تالي حاجة نتكلم عليها انا اقفل شايف الاعادات اهم حاجة عشان ما تخدش بان عشان في الناس كتيب بتسأل على موضوع البان ده اهم حاجة عشان ما تخدش بان سياكمل ده انا بقفل ده يعني ده انا بحبه كده يعني مقفول ده كله عادي لو عطا عادي ممكن تجيبه بس انا بشيره عشان انا اللي اختار له اسكينات بنفسي اهم حاجة عشان ما تخدش بان ما تعملش بان شايف الكلام ده كله ما تضغطش عليه ليه لان الحاجات دي بتعمل بان دي اول حاجة انت ممكن تعملها تجيب لك بان ما تلعبش في الحاجات دي بان مش عارف الماسج شوك من الماسج ده ما بسكن ما لكش دعوه اول اكس ما بسكن تاني ايه واحد يقول لي انا عايز ايه ده انا اول مرة شوف حاجة اسمها بومومو انا اول مرة شوف امومو تيريس مش عارف ايه شوف شكله عامل زي ده شفتوا قبل كده في الجناب المنظر ده شفت قبل كده لا با اكيد لا اللي دي بتنزل حاجات اسمها كاستم سكنز يعني واحد قاعد بيعمل ديزاين لسكن كاستم في الدماغه ومش تبع رايت خلص واحد قاعد بيعمل لسكنية ومش عارف ايه وسبايدر مان امومو وجزد امومو هو بيعمل لسكنية وينزلها على البرنامج ده انت بتخدها هنا ممكن تنزلها وتلعب بيها بس الا يحصل في عرضة كبيرة بنسبة كبيرة انت ممكن تاخد بان عشان كده بنصح الناس اللي بتلعب بمود سكن ما لكش دعوة بالكاسم سكنز اهي كاسم سكنز دي هنا هنا في حاجة اسمها ديفولت اللي هي موجودة في اللعبة اساسية ليتلعب بيها. اللي انت اول مرة تسمع عنها اول مرة تسمع عنها او هي بتقطع تحت وج치ات سكنز اكس كبيرة متلاكش جدا بيها متلعبش بيها متقرب لهاش خالص مهم ما كان هتليها هي حتى مسا اهي موجودة اهي الخانة دي تليها موجودة على طول اهي شمبيون هتليها موجودة زي كده خش على الاول بحس اهو اسم البرنامج ده الموقع بتاعه اسم الموقع قوله ايه? ننزل بتاحت شايفين بتاع الصفرة دي ده او دوس اهو حاجة بسيطة جدا لما انت لقد بالك ان كل البرنامج لازم تنزلهم الاول وجديد. يعني ان هذا لو حصل في اللعبة وانت لقيت مسلا انت جيت تخش راح قال لك لأ انت لازم تعمل عبديت عشان تلعب تعرف ان البرنامج خلاص ده البرنامج القديم وقف ولازم تعمل له اوب ديت من اول وجديد. هما بيعرفوا بينزل الجديد بعدها بوقت قصير يعني من خلال مسلا تلس ساعات ممكن يزيد ممكن يقل معرفش يعني 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 مش 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 وقته معين بس بخلال تلس ساعات قريبا بينزل اه الجديد. تاخد بالك يعني تين بوينت تو سري بوينت وان. اهو تين بوينت تو سري بوينت وان. لما تيجي تنزل لما نزل الابديت لو جدت لوقتي تبص لقيت تين بوينت تو سري بوينت تو او مسلا او رقب ده تغير او 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 طفر يعني او رقب ده تغير طرف ان فيه باتش جديد. لو قيته زي ما هو كلا ما تنزلوش ان هو ده ده نفس القديم اللي عندك يعني لسه متعملوش ابديت. هتفتحه اهو. بعد ما بتدوس عليه بيزهلك الشكل اللي احنا قلنا عليه من شوية. تاني حاجة انا بعملها دايما بعمل سيرفر معين. اللي هو غالبا تسعة وتسعين في المية سيرفر جوجل. ليه? بحالة النيت من قبل ما كش الجيم. حاجة يقول لي ايه? هقول له شايف الام اس دي? تقاته خمسين. هقول له انا في اللحبة بتاع مسلا تسعين او تمانين. طب ليه انا مش وقيعي? بس انا عارف مسلا في العادي بيبقى الام اس اتنين وخمسين تقاته خمسين. النهاردة دلوقتي ستة وخمسين. معنى كده ان هو اعلى بس اعلى بسنة بسيطة. لو انت مسلا عاملت هو شغال خلبيك بيبنج. مش مش قاعد بيبعملش حاجة اوه بيبنج. لو انت مسلا جيت تخلط فاهم اوه بيبنج اوه شايفتي اوه بيبنج. لو انت مسلا جيت فتحت البرنامج ده. انا افترض. اعمل لك سبعين. اعمل لك تمانين. بقى انت عارف انه هي مشكلة في النت عندك من قبل ما تخش خالص. بتجي تخش تبص اللي هو بتجي تبص اه ايه اللي بيحصل لها ده انا فعلا عندي لك. فاهمني? هو واحد يقول لي جيبتها ازاي? ده بيسهلة طبعا. حاجات دي بالساعدة. هتدوس. زرارة الويندوز. مع الار بيفتح لك الخنة دي. حلو? بتدوس سي ام دي. اهيه. سي ام دي. انتر. فتح لك الايه? سي ام دي. هتكتب هنا. كده اهو شايف? جوجل. اللي هو موقع جوجل دوت كوم. وهتعمل شرطة تي. ايه الشرطة تي دي? اللي عملت من غير جوجل ايه اللي هيجرى? بقص عاملك كم واحدة? عاملك اربعة. خمسة. بيقول لك خلاص ده كده النتيجة. لا انت مش عايزه يفضل كده. انت بقص شايف فيه لست زيرو. بتعمل بنج جوجل دوت كوم وهتعمل سلاش تي. او شرطة داش او مش سلاش شرطة تي. دي كده مش هيبطر خالص. يفضل بوست واحد وراء التاني وراء التالت وراء الرابع. في حاجة انت شو اخذ بالك منها? قل لي ايه هي. ساعات يعني هيجي لك بدل ريبلاي ويجيب لك كده بيقول لك طايم فيلد. مالشي. نمازل. هيقول لك طايم فيلد. او هيجيب لك حاجة لو دي جات لك معناه كده دي يعني 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 في عندك ايه يعني عارف انت ايه في اقول لك يعني مسلا فنفترض يعني يعني معلومات وهي رايحة وهي جاية في معلومات بتفقد في الطريق. طب ايه في مشكلة في الموضوع ده اقول لك اه دي مشكلة كبيرة جدا اكتر من لك ايه هي يعني انت مسلا ممكن تدوس ايه ما تندسش. فهمني? تلاقي مسلا ايه شامبيون بفجأة اتنقل من مكان لمكان. مش عارف ايه حصل. اه تحس ان في ايه لعبة مش سموس كده. اللي هو في في حاجة غلط. دي الباكت لوس. كلما بزيت الباكت لوس. دلوقتي الحمد لله ما فيش باكت لوس. دي اول مرة في حياتي. بمعنى الكلمة اقول مرة في حياتي ما ايش باكت لوس. عادة عادة بيقى اسلا في البتاع اللي هي كبيرة دي الصفحة كبيرة دي بيقى فيها مسلا اتنين باكت لوس. يعني واحدة هنا مسلا والتانية هنا. على طول بيبقى كل كام واحدة في باكت لوس. كل كام واحدة في باكت لوس. فدي حاجة غريبة جدا. تالت حاجة باستخدمها هي البلدز. واحد يقول لي ايه بلدز ده? بيعمل ايه? اقول لك يا سيدي بلدز ده بيعمل لك كزا حاجة. ايه اول حاجة بيقول لك مسلا انت تشمل ان انت بتلعب فيها انت مسلا اهو اول حاجة بيجيب لك الماتش هستوري. حلو? بيقول لك والله انت لعبت فيكتوري هناك سبت هنا عملت هنا انه مسلا فيه جيم لعبت فيه ام في بي مفيش العيم. بص بيقول لك ايه قوانا مسلا ممكن تدوس هنا. عجيب بعد الجيم بيزهر لك البتالي. شو اه ام في بي يعني احسن واحد لعب. اهو. يقول لك ده احسن واحد لعب في تي عمك. حلو? ويبتدي يرنك الناس يعني يقول لك مين التاني ومين التالت انا عمش ايه الخاردة ماشي. شوك بسي لكم ده. ممكن اعملها ايدت. يعني يقول لك مين الاول? بيقول لك ده احسن واحد لعب. احسن واحد لعب بيبقى اس. حلو? احسن واحد لاعب في الانيمي توبي بيبقى اسمه اس. احسن واحد لعب في التيم بيبقى اسمه ام في بي. دا ما الام في بي بي بكون فريق كذبا انما بفريق خسران بيبقى اسمه اس احسن واحد لعب في فريق خسران بيبقى اسمه اس اهو يعني ده اس بعد كده بيقول لك مسلا ده وان بعد كده ده مسلا ده سري اديكشف الترتيب ده تاتة واحد احسن واحد لعب على ايه بيعمل الحاجات دي على اساس مسلا الكلات اللي تانج تقديه دامج عملت تقديه كده دامج الكلام ده كله يقول له ما لكش دعا بيه. تلات حاجة بيجيب لك ايه طبعا بيقول لك بروفايل زي ما انا قلت لك بيقول لك شامل زي انت بتلعب بيها مسلا انت نسيس حسين في المياه وانا لات بسنجد في الرانكد ده طبعا حاجة قويسة بيقول لك مسلا دايما فور زيرو البي مش عارف ايه ده دي الحاجات اللي هو بيجيبها لك زائد ان هو بيجيب لك الرونز دي ده طبعا اهم حاجة في البرنامج ان هو بيجيب لك الرونز يعني ندخل بيجيب مسلا فنقترب اهو داخل انا هو حلو راح داخل مسلا ايه ترينينج تول باكتس اهو قدامكم اضبط خش داخل ديانة بص العمل ايه بص صورة بص ديانة قال لك ديانة وقال لك الرونز بتاعتها الناس بتخش لها بالكترو كيوت مش عارف ايه ده طبعا انت خليك مع مع طبعا ان في حاجات بتحصل زي ايه يعني مسلا واحد حلو نزل في بلاد لعب له متين جيم في اكاونت سمرف لعب له متين جيم حيال بتاعه اعمل ازاي ما اكيد هلقى ثمانين في المية خمسة سستين في المية سبعين في المية فهو بيلقوا تقول بتاعت الويب سايتس من الناس اللي بتلعب ففي حاجة بتحصل ايه واحد بيلعب مسلا بالكترو كيوت كسب كتير يقول لك والله احسن انت متخشش معاه بقى انت متعرفش ايه هو بيلعب كده ايه فاهم هو الناس كلها بتلعب كده تلعب مع الناس الف واحد بتلعب معهم ما عاكش تلعب الهوستونر ايلا لازك انت عايز تخش بكده عايز برضو تبص بعقلك وبدماغك وتخش ايه مسلا هنا مسلا اش احي اه اسمها ايه دي خلاص اما انت عارف انت هتخش ايه هنا بيقول لك البرو بلييرز بلعب ايه اها واحد دي بيلعب طبعا بتاع كوريا مش عارف ده طوب لينار اصلا بيلعب بتبتيت بص مسلا بتعمل كويت هنا بتبتيت بص اه انا عايز اعسل مسلا عايز مسلا بيلعب مسلا فالفطال بيلعب بكونك هتخش بريكلس انا انت حابب لو فهم انت حابب بريكلس عايز السلعب زيوع فاهمني بس خلي بالك ما تقلتش اي حاجة بيلعبوها ليه لان دول بيعابوا في حتة تانية خالص عن السلو كيوب يعني هو بيعب هو بيعاب اقول لي بيعاب سلو كيوب اقول لك بيلعب في حتة تانية خالص يعني مسلا واحد هلعب برض هلعب مسلا او اي تشامبيون لولو الحاجات دي تشامبيون بيعابوا بحاجات تانية بيعابوا بحاجات ديفنسف شوية لأ انت مش هعايز ديفنسف انت هايز انت عايز انت عايز انت بتلعب سن بورت مسلا كده هتمسك الا دي سي لو انت تفيهت وتمسكه تجيبه وانشوت فهمت تعمل منظر اللي بيعليك قوة في الجيم عكس الناس اللي بتلعب فوق ليه اللي بيعاب فوق كده كده بيعاب معي اي دي سي شالنجر يعني انت بتلعب سابورت شالنجر بتلاقي معك اي دي سي شالنجر نعم انت معلش يعلم في كلمة معك اي دي سي مش عارف الفرق من كاله منيون والشامبيون فعلمني قصد ايه ما بيعرفش يفارم ما بيعرفش يعمل حاجة كليز زيرو ستة انت هتعود بقى قاعد جمبي ومسلا بتعمله شيلد وهو ستة عشان يعرف بيه. معاكيد زيرو ستة عليه زي زيرو ستة ما عارف انت في المفترض سندوق الزبالة انت ماشي في الشهر هشوف سندوق الزبالة. حلو. تخيل بس فيه سندوق الزبالة عليه كيس بلاستيك متغوط بكيس بلاستيك شيلد. هل هو حلو تغير? ما هو سندوق الزبالة برضو. ما انت فكرة في كده انت مش هتغير من اليدسيل اللي معاك. فانت هتعمل له كاري. انت هتخش بتشامبين زي زايرة. تخش بتشامبين اي بي. وهتعمل له كاري مش ده موضوع النهاردة. انا مش عارف انا بس راح فيه الكلام دي كده. حاجة غريبة. تاني برنامج اللي بستخدمه. بستخدم ايه تاني? اه تاني برنامج اللي بستخدمه او رابع برنامج اللي بستخدمه برنامج اسمه نت ليه مطر. بقول لك برنامج بيعامل لك ايه مش مشكلة حتى هو بيقول لك اه يعني ايه احد كده بيقول لك مسلا ايه. اه جوجل كروم مستخدم مش عارفة ده ايه. عينتها بس لساعة في الجيم تلاقي ايه عندك مسلا متين تلطمية. طب انا ايه لاج هاي من ايه مش عارف ايه. تسأل نفسك القابلية تسأل نفسك برنامج ده. بيقول لك الناس اللي بيحصل في اللي بيحصل في النت عندك. ايه اللي بيحصل جهاز. هلو اندز اوب ديت حتيبتيت بص هنا بص. حدوس اللي هو حدوس على الصفحة دي. اجيب لك اكتر اكتر حاجة بتعمل اه اهو. بيجيب لك بالترتيب كده من الاعلى للاسفل اهو. عندك اربعة وتلاتين كيلو بايت اوب ديت. مسلا او اوب اوب ديت. هل تشوف مسلا هل هو ويندوز اوب ديت تلاقي مسلا حاجة من طبع الويندوز عمل لك اوب ديت. هتلاقي مسلا ايه كروم هو اللي عامل زفتو بتريد قفله. اقول لك مسلا مسال او بديك مسال دلوقتي. هديك مسال دلوقتي. انا هو بفتح فيديو في الكروم. حلو? فيديو الريكلس. بص كده معي. بص خمسمية ستمية تسعين. ده انترنت عندك. بتيت بص اه ايه اللي عامل ايه اللي عامل كده? ايه اللي ساحب ده كله? ليه ده موجود هنا? اهو. وان ميجا بايت كروم. كروم ساحب النيت. كده انت عرفت ايه السبب? اتبطيدي تقفله. على فالت كروم اهو. كروم اهو تحت ايه بس عشرة تانية بعمل في عامل حاجة فشرة تانية وفتحها على طول. يعني انا فتح الاتنين دول كده بص اهو. ده 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 قديم ده كنت فتحه. يعني انا ببقى فتح الاتنين دول كده عشان انا اعرف اللي بيحصل. حلم? اعرف اللي بيحصل في النت. ساعات بيبقى فيه لاج. اسمع بقى النوطة دي. ساعات بيبقى فيه لاج بس من اللعبة ذات نفسها. بتقول ليه يعني ايه من اللعبة ذات نفسها? اقول لك ساعات بيبقى فيه لاج النت بتاعك بيكون سليم واللعبة بتلاك. النت عندك متين. زي من شوية عندي كان النت متين. طب اعملي ايه? اول لك هتعملي دلوقتي يا باشا. في برنامج عندي. مش برنامج هي زي اه اوامر من دي اهل. كده عشان نجيب الحاجة والزبط. اهي. الرنبو ده. اكيد مش رنبو مش رنبو شواز يعني. كان برنامج كده ده مفروض ان هو موقع بيجيب يعني فلوس. دليت. مرض مخ. نشفتوش حالة. بص. الرسيت ده. الرسيت ده. ده عبارة عن برنامج عن اوامر سي ام دي. يعني اوامر سي ام دي يا معلم. يعني اوامر بتعملك بتفصلك النت وتجند لك وتجدد لك الدي ان اس والاي بي والحاجات دي وترجع لك النت تاني. طب ده بيفيزن في ايه? انا في جيب. ويزن النت عالي. بنجي عالي. بصت كده عالت الشيك بتاعي اهو. اتنين وخمسين اه ده كويس المفروض اتنين وخمسين اه بصت هنا ما فيش مسلا فنفترض دي صفر ودي مش عالي صفر. هو اللي عامل هتلاقي في برنامج هنا او اي حاجة. موما هتلاقي دي صفر و هتلاقي دي صفر هو ده ما بيقلش. هتلاقي دي الحاجات دي صفر خالص معناه كده ان في حاجة معناه كده ان من اللعبة. بتعمل ايه? هتروح هنا لدي ساعة ده. بص هنا ركز هنا. ركز في دي. ركز فين? في النت. بص. عمل اوامره في بص هنا. عمل الدايرة بتاعت اللي هم فيش نت ورجع تاني. اهو بص. عمل كل حاجة بيزبط النت من الاول وجديد ويبتدر رجع قولك تاني. طبعا عشان النت فصل ورجع فبتلي البنجات ولا مستش ستجيلك بتاعي مش مشكلة. هتلاقي النت عندك زبط. انت بتلاعب في الجين بدل ما هو امتين هتلاقي ان رجعت ان يبقى ايه? يبقى خمسين يبقى سستين على حسن ايه يرجع للحدي بتاعك. دي البرامج اللي انا بحب بالعب بيها على طول ده من الفتاحة وانا بلعب ليجو فليجو عشان ما ما تعبش دماغي. من الاخر. ما تعبش دماغي وما حلقش دمي. اول ما لاقي البنت عمل منش عارفش على بعض ابقى عارف النت منين. ابقى عارف المشكلة منين. مسلا ممكن لو 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 مشكلة النت دي اللي هي من اللعبة زيات نفسها ما تحلتش بعد كل الحاجات اللي اعطتها لك دي هتعمل ايه? هترسطر اللعبة هتلف اللعبة وتفتحها تعمل. طبعا انت لو معك لو هارض اس اس دي هيقام موضوع بالنسبة لك سهل. لو معكش هارض اس اس دي. هيقام موضوع بالنسبة لك صعب جدا 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 وتاخد وقت عشان تفتح. طب ايه المكتوب هنا واحد يقول انا خايف والله ايه. انا خايف اه يكون ضياك وانت بعته لي والكلام لأ. اهو اهو. قدامك اهو. اي بيكون فيج الاوامر دي اي بيكون فيج لانس اهو بالنس. الحاجات دي كلها دي اوامر بتثبط لك ان مش اكتر عشان يكمل يكمل يفتح بعدما يراستر يكمل ايه? يكمل بتاع دي. نكمل بنجات كده. نكمل بنجات عشان تقرأ تشوف اهو. بس كده برما كده باستخدمها. انا ممكن احطو لكم البتاع ده في اللي تعملوه ده مش عارف هدهولكو. انا خايف حد يقول لي ان انت مسلا ايه بتبعتلي. انا مش هدهولكو. انا مش هدهولكو كفايل يعني مش هدهولكو كفايل كده اللي هو عملكو لو احد بقى ايه تبقى اصلي انت بتعمل لنا هاك ومش عارف لها ده مش هاك ولا اي حاجة. انت ممكن تبحس عندك. عندك في جوجل ابحس عنها اكتب مسلا الاوامر دي وهي اصطلع لك كل امر بينهم بيعملية. عندها هيعملية ده بيعملية? تعرف تقراها عشان تتأكد ان ده مش لاج. وهو بتعمله ازاي بيدوس كيكي مين كده? حلو? نيو نيو تيكست. اها شايف? انت همي معايا? تيكست? اهو فتح تيكست. اهي الاوامر اهي. اوامر اهي. كنترول سي. كنترول في. اعمر اطبعت. هتدوس فايل. بحكس بها سيف اس. بتكتب مسلا ايه? ريسيت نيو دوت بات. نعب هنا? لا مش نعب هنا. ريسيت نيو دوت بات. عايزو فين? عايزو مسلا في ديسكتوب. ريسيت. ريسيت نيو دوت بات. اهو. تحول اهو. شايف اهو? نيو دوت بات اهو في ديسكتوب. هتحول لبرنامج. طبعا الناس اللي في ويندوز تن ساعات ما بيتعمللش كده. انا جربت كزا مرة برضو. بيقى في زي كده بتلعبها بتعمل بيها. بتعمل بيها بتعدلها كده. بتخلي لك بيتخلي لك ليسمح لك ان انت لما تكتب دوت بات بعد بعد النوت بات تتحول لبرنامج. تحول لبرنامج او يعني اللي هي بتاع انت بدوس عليها بتفتح وبيزهر لك الحاجة. دي برنامج اللي انا بستخدمها باستمرار. انا بنصح اي حاجة دي يكون بيتفرج علي استخدم البرنامج دي. برنامج دي يكون لها برنامج الاسمه ده. وانا بستخدمه اللي هو ايه عافية. وهو لو هو في الحالي بتحدد مسلا ممكن لو هو مش في معينة او انت شريء او مهكره او بيع مسلا ممكن يدوس هنا وتدوس وممكن تحدد مسلا البرنامج ده ياخد اتنين ميجا. اتنين كيلو بيت. البرنامج ده ياخد عشر البرنامج ده ياخد خمسة. حلو? وتبتلي تحدد انت على اساسه تمنع مسلا شخص ده يعني اللي هو ما يستخدمش النت خالص. ممكن تحدد البرامج ما تستخدمش النت خالص. يعني البرامج اللي بتقريفها كل شوية تعمل لك ابضيت واتعمل تسيرش في الابديت دي هتمنعها خالص. انا باتكلم كتير جدا. انا طبعا ما حاجزش عايز يسمع الكلام ده بس انا باتكلم باديكم نصايح بنشارك خبرات بعض يعني انا بقول لكم على حاجة مسلا الساعة اربع وحايد وديها معنى مهمة جدا الناس كلها شايفة الساعة اربع وحايد معايا دي اكيد مش صدفة ان انا عيني جات عليها وهي اربع وحايد في دي ايه دي. يا عايزين تبصوا على معنى الاربع وحايد روحوا وفتحوا على اليوتيوب وفتحوا وتوغلوا في المجال ده كله انا هسيب لكم برضو فكرة فرصة البحث. بتقود دوروا في الحاجات الغريبة دي والحاجات دي وتفهموا معنى الاربع وحايد دي ايه. بس كده على الجالة يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو يا رب تعملوا ست لايك سبسكرايب كومينت هجس الناس كلها بتقولوا في اليوتيوب بس احنا اقلب لكم احنا تسعين تسعين سبسكرايبر يا ريت نبقى تبقى حاجة حلوة جدا والله هفرح جدا. عايزين تفرحوني? حاجة بسيطة هتدوس لايك وانا واحد انا افرحت. ايه ايه رايك? انا بقى ميز سبسكرايبر انا بقى فرحت. وانت مش تخسر حاجة انا عمل انا اقول لكم ناوسا انا عمل سبسكرايب مسلا متاع الف قناة. ما بيجوليش خالص. اللي هو انت لو زعلان مني مسلا وارفان من القناة دوس سبسكرايب مش هتشوفني اصلا تاني. شكرا للمشاهدة ويلا نشوفكم بازن الله في فيديو قادم مع السلامة.